مشاهدين الكرام سلام الله عليكم صاحب طوركم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بريفينغ طبعا مواضيع مختلفة ومتنوعة وضيوف راح يثري هذا النقاش طبعا وقبل الضيوف أرحب بالزملاء محمد علال صاحب طورك علي صاحب طوركم جمهور وضيوفنا نسيمة غولي سهرة طيبة نتمنىها للجميع وإياكم طبعا محمد سلطاني صاحب طورك علي صاحب طور ضيوف الكرام والمشاهد الكريم لليوم نتمنى أن نقدم له وجبة دسمة وثري دسمة جدا سوف يظهر هذا مع ضيوفنا سيد أخضر ربحي الباحث المفكر أهلا بك أهلا وسهلا بكم صاحب طوركم وصحرة طيبة ومفيدة إن شاء الله والفنان الجميل محمد فؤاد ومال مساء الخير صاحب طوركم تقبر الله مننا ومنكم السيام والقيام إن شاء الله تكون صحرة طيبة إن شاء الله ومخرجنا المصرحي اللي يرفع اسم الجزائر في هذا المجال سي محمد شرشاد مساء الخير صاحب طوركم وصاحب طور السيدات والسادة المشاهدين هي في العادة ربك في العادة أنا نديل دي بريفينج لزاكتور ونشوف اليوم راكنتا؟ لا 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 دقش راني لقيت روحي أنا أمرحني بريفوني راني ربي يستر معلش معلش حنشوف اليوم البريفينج كيف راح يكون ربما لأنه ضيوفنا في هذه الأسماء عنوانها الأساسي الثقافة والساحة الثقافية في الجزائر دعونا نبدأ ربما بسؤال مستفز نوعا ما نبدأ مع الأستاذ رابحي كين ساحة ثقافية في الجزائر؟ الحقيقة يعني الحديث عن الثقافة هو ممكن أنا نعتبره هو آخر صورة لحالة العلة والمرض اللي راني نمر بها كأمة كشعب يعني كحالة ممكن نرصدها من وقت طويل هي تمشي نحو الانحضار مش نحو الصعود في مراقبتها والمتابعة مع الأسف مع أنني أجزم أننا نملك قدرة يعني نملك إمكانات نملك وسائل نملك الإنسان نملك النص نملك الكتابة نملك الأدوات وعندنا برهان لما نلتفت للسبعينات فقط كيف كان المسرح الجزائري لما نتفكروا مسرحية بابور غرق ولا الخبزة ولا غيرها شوف كيف المشاهد الجزائري كان يملأ القاعات ويريحها ثابت ويجتبع الحصة والشاهدات شوف بلي كان أعطينا بالنص أعطينا بالإخراج أعطينا بالممثلين أعطينا بالجودة في كل مشهد متكامل لكن مع الأسف الآن الآن العالم أصبح مفتوح تعرفوا باللي التنافسية والليت كبيرة والمشاهد عنده القدرة يذهب وينحب سوى في القنوة تليزون سوى في وسائل التواصل عنده وين يحب يروح إذا ما كانت فيه نوعية وعرض جيد هذا عنده وين يحب أستاذ على حساب الجزائري بالطبع إذا ما قدرش تمس كونتين يمسكوا غيرك وإذا ما قدرش تلبي له الأذواق تلبيها له غيرك وهنا جيد تحديتنا الكبير في الموضوع أستاذ الجزائري كما تقول يروح وين يحب لما يكون كاين موجود عنده في الجزائر فعل ثقافي يروح مثلا ما عجبوش فعل ثقافي في الجزائري يروح للجهة وحدة أخرى المشكلة أنه في الجزائر عندنا صناع ثقافة عندنا الفاعل الثقافي عندنا المهني والممتهن للفعل الثقافي ولكن الفعل الثقافي في حد ذاته غير موجود كاش إنتاج وشيء الموجود قليل جدا لأنه ما تشوف أنت الجزائر بحجم قارة الفعل الثقافي قليل جدا متى نتحدث نحن عن الكتاب في الجزائر إلا في معرض الكتاب إلا في معرض الكتاب ونسبة وحدة هل مثلا عليه شفت الآن في القنوات الجزائرية العمومية والخاصة نقد لفيلم لمسرحية هل شهدت مسرحية هل مثلا يعني كثير من الظواهر التي كان يتكلم عليها أو المشاهد التي ذكرها الأستاذ ربحي قبل قليل غابت الآن ليس موجودة حتى مثلا ما ينتجوا في رمضان ينتجوا لرمضان ثم بعد ذلك مكاش والمسكد وين بالضبط ناسيمة حكم قاسي أن نقوله ربما مكاش ولا مكاش مشهد ولا ننفو بش صفة رسمية ولا مقاطعة جازمة أنه لا يوجد هناك مشهد ثقافي هناك مبادرات فردية يقوم بها مثلا المسرحي السينمائي دور النشر لنوجه لهم أكيد تحية لأنه رغم غلاء الورق إلا أنهم طابعوا للكتب وتحدى وركبوا يعني رهان معرض الكتاب الأخير فيه مبادرات يعني فردية لكن للأسف بدون تثمين يفشل الفنان ويفشل المثقف لكن ما مدى حجم هذه المبادرات الفردية في هذا الفراغ الكبير طبعا هناك سياقات هناك سياقات لا يمكن أن ننكر ما حدث في السنوات الأخيرة هذه سياسة مثلا الوزير لما يدخل لقصر الثقافة يحذف وش كان قبله ويدخل بسياسته الجيل وزير اللي بعده ما يبنيش على وش خدم اللي سبقه ينحي الفريق ويعاود يبني فريق آخر فأنا نقول لك نعطيك مثال نحن كإعلاميين ولا حتى كفنانين نغيب ربما لمدة أشهر فقط عن الساحة يكون عندك انشغال مثلا شخصي أو يومي كنت عاود ترجع تحس روحك غريب غريب مثلا شخص ما عندوش علاقة بالمجال الثقافي القريب هكو ما يعرفش مشاكل التي يتخبط فيها المثقف بصفة عامة إلى السرشال أم إلى السعلال أنتو ضميرك أروح ضميري حلال أروح مع السرشال لا ما زالوا خايف فيهم البريفين خليهوا شوية يستشعر ضميرك هذا ما أعجب بيش شوف هي أكبر مغلطة أنه أكبر جريمة رتكبة في حق الثقافة الجزائرية هو حصرها في دور وزارة الثقافة أنه هنا في الجزائر دائما نقول وزارة الثقافة نلقي باللوم على تلك الهيئة الإدارية التي تسير بعض الأمور الإدارية فقط لولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد وزارة للثقافة وهذا معروف قطاع الثقافة بحد ذاته قطاع إبداعي يعتمد على الإبداع ويختلف على باقي القطاعات إذن لازم يكون فيه الإنسان ملزم أو عنده هذلك الالتزام تجاه الفعل الثقافي لو كتقرأ مسيرة كل المثقافين والفنانين والنجوم العالميين مروا بمراحل صعبة صعبة جدا في مسارهم حتى النجوم هوليود ونجوم خداو الأوسكار وخداو يعرف شرشال في المسرحة معاناتهم في العالم وفي الأدب وغير ذلك فبالتالي الإشكالية أنه مدة عشرين سنة خلينا فيه الخلط بين التسيير القطاع الثقافي أو الإداري دور الدولة في تسيير والقوانين وتسهيل تلك المهمة على أمام المبدع والمبدع في حد ذاته الخلط هذا أعطاهه هذا الانطباع عند الناس سلبي لأنه تم تكريس خلينا رحوا نسمعوا سيسر شاك قطعتني هكذا أصبتك ضميرك أصبتك كم اللي رحوا سيسر شاك فالفكرة بالأساس أنه إذا عدنا لازم نقرأ هذا القطاع الثقافي من ثلاث زوايا الجمهور والإبداع ودور الدولة دور الدولة ربما سلبي في هذا الإطار الجمهور متطلب يبحث عنده أهواء وعنده ورغبات أما المبدع في الجزائر موجود إبداع في الجزائر موجود فكر في الجزائر موجود مثقفين في الجزائر موجود في الكتاب في السينما في كل القطاعات عندنا في المسرح ما لازمش نسقط أخطاء الدولة على المثقفين وقولوا باللي أنه ما عدناش مثقفين وهذه النظرة هي المشكلة القاسية جدا سؤال يوجه إلى محمد شرشيل أنت كمبدع نشيط جدا في الحقل المسرحي ماذا ينقص إبداعك لأنه دائما من خلال تدخلاتك أو حتى لستاتيو فيسبوك تاعك انطباعاتك تحس أنه ينقصك بعض الدعم أي دعم تبحث عنه محمد شرشيل والله ينقصني كل الدعم ليس بعض الدعم ولكن هذا ما هو السبب لكي لا يجعلني نخدم لا يجعلني ندير ونجسد أحلامي ونجسد أفكاري فيما يخص الأعمال المسرحية أنا عندي مبدأ في الحياة أنني نقول لما تكتمل الفكرة وتكتمل الرؤية المسرحية في ذهني نجسدها أين كان بالظروف التي كانت نجسد العمل التاعي وربما التجربة خلاتي نعرف وين نطبطب وين ندقدق وين نحوس لكن دعونا نبدأ بالجانب المشرق للمسرح الجزائري لأنني لا نستطيع أن نتكلم على الأغنية ونتكلم على الثقافة بسرعة لا نعطي نفسي هذا الحق أنا نتكلم على المخصوصي دعونا نتكلم على الجانب المشرق المسرح الجزائري في الآوينة الأخيرة فيه على حساب ظني على حساب ظني اجتهادات كما قالت الأخت ناسيمة اجتهادات خلات الجمهور يرجع إلى قاعات المسارح وهذا شيء مهم بعد غياب لسنوات طويلة وهذا شيء مهم جدا فيه مبدعين جزائريين تصالحوا بأعمالهم مع الجمهور والآن أصبحنا نشوفه طوابير لمشاهدة أعمال مصرحية وهذا شيء جميل وهذا يرجع إلى مجهود هؤلاء الفلنسيين أعطينا عنوين ربما جيبياس كثير أعمال ترشاقة مثلا جيبياس مبقاة هادرا وجيبياس بين قوسين هي أول عمل جزائري التي تحصل على جائزة أحسن عرض عربي لسنة 2019 بالأردن بمهرجان المصرح العربي وأجيب الأخ بأن حقيقة كان عندنا مصرح في السبعينات وكان عندنا مصرح في الثمانينات وهم شيوخنا وتربينا عليهم أنا كنت تنميذ نقرأ على علولة ونقرأ على كاتبياسين ونقرأ على بقرموح ونقرأ على كل هذا الذي أسه إلى مصرح جزائري لكن هناك أيضا جيل جيل قاعد يشتغل وفي ظروف نقدر نقوله ظروف قاس لذلك نحتاج إلى دعا تقول كما قوية ربما ومهمة جدا أنه قلت أنه لما تختمر الفكرة المصرحية نجسدها هذا التزام جميل جدا وتحية ليه لكن في النهاية هذا الحركية الثقافية عندها بعد تجاري عندها بعد قدساتي كان مدابية كان مدابية أن جسدها في ظروف مريحة أنا أنجسدها ولكن في ظروف قاسية في ظروف تعجيهات في الظروف تعنيضان في الظروف تعانصخخوش نطرق بيبان نحلوا ناس نستعملوا وسائط هذه لا تدوم تتعب تتعب لأنه حقيقة مثلا يروح يمثل في الأردن عملوا المصرحي ما ترافقوش وزارة الثقافة ما تدعموش كي ينفنانين أيضا يبعتون لهم الدعاوي أو دعوات عفوا دعوات من مهرجانات ما يلقاش حتى تذكيرها باش يروح ويبدأ يتسول في نطيك مثال نطيك بجي بيس مثلا لأليتي سولي سيتي جازت في مهرجان الأردن وتحصلت على جائزة أحسن عرض عربي وجازت في مهرجان إفريقي وهو مهرجان قرطاج وتحصلت على جائزتين جائزة أحسن إخراج لأول مرة الجزائر وجائزة أحسن ممثل ويجب أن يتسول في دعوات فستيفال انترنسيوني بلوز أمبرتان لكن فوت دبي نحرم التواجد الجزائري في هذه التظاهرات المهمة السبب تافر نحن نختاره الفنين الطرب أين هو الطرب الجميل والطرب الملتزم والطرب على أصوله أمام هذا التلوث السمعي الحاصل حاليا والله يشوف علي قبل من نروحه للطرب نقطة برك قالها علال حبيتنا أقلب عليها أنه بدون قطاع الدولة لا نقدره ننجي الأعمال الراقية المسرح تقدر تدير مسرحية ميزانية من عند الدولة نحن مرتبطين بقطاع الدولة لأنه القطاع الخاص لا يمول القطاع الخاص تلقاه في الميوات اللاعبين تلقى في أمور أخرى أما الثقافة والفن والأشياء الراقية هذه لا تلقى القطاع الخاص هذه اسمح لي أن هذه الفكرة سنسمع فيها منذ عشر سنين ونفس الكلام نسمع فيها على لسان معظم الناشيطين في الحقل الثقافي لكن الفعل الثقافي عنده أبجديات أخرى أنا كنت أتكلم على المشكلة الدولة المشكلة أنه هذه الاتكالية الاتكالية أو الحقل الثقافي كامل يتكلم لك على وزارة الثقافة وزارة الثقافة المشكلة هذا الكلام نحافظه أنا أحفظه جيد ونعرف الأصوات حتى تتكلم به أسمح لي قطعتك لكن أنا نتكلم الفعل الثقافي بمفهومه العالمي الحديث اليوم أي دولة تحب تدير ثقافة لازم تفكر في الاقتصاد أي دولة تحب تدير ثقافة تفكر في حرية التعبير أي دولة تحب تدعم الثقافة وتقول أنه خطابها تدعم الثقافة أنه تفتح الأبواب أمام الناس أنه تفكر بصوت عالي وتختلف وتقدم إبداع الإشكالية هنا في الجزائر محمد لكن النظام هو اللي يعطي هذه العرضية نعم هذا هو دولة لكن أنه أنه الدولة أنه يعطي له ميزانية أو يعطي له بعض يعني تعرف نتقرب كثيرا عفوا محمد هل فيضو لا؟ هو قلي هو قلي تعرف علي كنقول مثلا مبادرات فرضية فؤاد وامان محمد ترشيل أكبر أمثلة وهناك الألف من الأمثلة اللي رأي في الساحة الثقافية أقترب كثيرا من هذه النشاطات اللي يقوم بها الفنانين والمسرحيين تحدث وطرحت سؤال لمحمد ترشيل مثلا أعطيني الأعمال الناجحة هناك أيضا مصرح للطفل ولو عنا يلق على قلة ربما جودة العمل إلا أنه تلقى فيه المسرح يتعمر أنا كل أمسية ثلاثة ندي أطفال لديهم للمسرح يشوفوا يعني يتمتعوا بالهذا كله ما يفهموش لكن على الأقل جيبلوا أرنب جيبلوا سبع أكل الأرنب لكن على الأقل لازم يدخل للمسرح ويحضر أنا علش نقول لك هكذا لأنه حقيقة هي مبادرة شخصية ووزارة الثقافة مشي حكم قاسع لها نحتاج وزارة الثقافة لترافق الفنان ولترافق المبدع لأنه في أدوامان إذا ما شدتش على يده في الطارب مشي هو اللي در يعرف بروحه مشي هو اللي يطرق الأبواب في كل مرة سواء في القنوات وسواء في الإنتاجات الوطنية إليك الخير أنا مثلا موسيقى وأغنية التفل بش ندير مثلا عندي فكرة حابيت نجسدها ما نلقاش ونجسدها مؤخرا في مصرحيتين الأطفال درت لهم موسيقى وأغانية يعني تعالى الأطفال باش ظهر ظهر إمكانياتي في الميدان هذا من خلال المسرح وكم نحن بحاجة لهذا بالنسبة مثلا الغناء الترابي أو الغناء الراقي مثلا جيب لي منتجنا في القطاع الخاص نعطي له أفكار تغناء ترابي راقي ما يخرجوش ما ينجوش لو كان مروحش نال صندوق دعم الإبداع تعويذ الثقافة مثلا لحاجة المنتوج تعيه هذا ما يخرش لماذا أستاذ ومن هل لأن الأذن الجزائري أصبحت مثلا أفسدوها أصبحت طارب ما يجيبش دراهم شوف كين تعاقب الأجيال أولا لأن الأجيال الأخيرة هذه ممكن عندها فكرها وعندها ذوقها وعندها فأحنا على الأقل سيدنا ننتجو للأجيال تاعنا الانتاج اللي قبلي واللي بعدي حابني تمثل باشي مالجوش وين يسمعوه كوماندير الهوش أنا في هذه نعارضك سامحني إذا كانت كرمت أنت تقول بأنه قضية أجيال تعاقب أجيال وكأني نفهم منك بأنه الجيل هذا لا يسمع الطارب هذا الذي تنتجون وهذا في تقديري غير صحيح لأنه الطارب هذا لم يبدأ معك أنت فؤاد وامان بل أنت كذلك تنتمي إلى جيل آخر شوف الجيل يسمع سوالكينغ لا يسمعني شنا لا وجيل تعينا لا يسمعش سوالكينغ الجيل عنده صدوق لا سمحني كاين في الجيل الحالي في الجيل الحالي محمد هل فيولوز يوجد في الجيل الحالي من اسمع الطارب لا ما قلتك ما كاينوز هل فيولوز احتاجت وزارة قافة أنا أولادي يسمع الطارب هل بليخ حمدي احتاج وزارة قافة هل تستطيع تجربة المصرية والجزائرية هذه التجربة الاتكالية هذه التجربة درناس نسمح لدينا صناعة الفن فهمت نحن ما عدناش لا 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 ما نختلف معك مئة بالمئة لا لا هذه اللغة ما نحبهاش أنا نسمعها لأنه صح لأنه هذا الكلام أنا نسمعه بثقاف ويعرح مجال تسلمنا فيه تفضل تعرف الترفيوط عني يا ركي شك لأنكم تدوره في حلقة مفرغة حلقة فارغة حلقة ما تقدموا له لا للمثقف لا للساحة الثقافية لا لا الاقتصاد الوطني حتى لا 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 لازم تكلموا تكلموا بالمنطق أنه تجارب الاتكالية حقيقة لا يعني ما يقدرش بدون دولة بدون نظام بدون سياسة ثقافية ما يقدر يدير صح ماشي مال ماشي فقط بالمال والدعم لا اتكالية أنا هاجي من فاش ماشي باش نشتكيو باش نقولوا محمد شرشال مخرج يدير مصرحية في الثلث سنوات ما يقدرش يدير مصرحية في العامين ولا كل عام يدير مصرحية ولا كل شهر يدير مصرحية عنده مصرحية في ثلاث سنوات لأنه عنده اختيار جمالي معين ما من به نهالي نروح ندير هذه المصرحية تعوانة جسوية فريلانس ما نشخدم ما نشفونكسونال دولتا ما عنديش ما عنديش مدخول قار نعم في هذه الثلث سنوات اللي راني قاعد نفكر في هذا العمل وقاعد باش ننتج هذا العمل شكون محمد علاج والله غير خليليني نزدي عليك هنا معلس دقيقة نعم لما نروح لما نروح نقدم العمل تعيمة للمصرح الوطني الجزائري يقابله بليها جسيتان بروشي أعباك باللي أقصى حد تخلص ما تفوتش مليون دينار جزائري في الإخراج ما تفوتش مليون دينار جزائري في ثلث سنوات نعم من العمل تقوم بالعمل يعني هنا رغيب قانون في فرنسا ومليون دينار جزائري ومليون دينار جزائري ومليون دينار جزائري نحن نعيش هذا هو اللي نحضر فيه لأنه التجربة هذه هي نحن نحن سمحوني النقاش احتدم والوقت لم يكفي ولن يكفي إذا ما نروح الفاصل وبعدين راح نبدأ إن شاء الله نكمل هذا النقاش في بداية الثانية إن شاء الله هكذا باش كل واحد يأخذ حقه وأنا عندي أيضا مرافعة ضد علال طبعا نروح الفاصل مشاهدينا ثم نواصل عدنا متدد المشاهدين الكرام بريفينج مستمر معكم طبعا اليوم الحديث حول الثقافة والثقافة بشكل جدالي ربما في الجزء الأول رفقته ضيفنا الكرام الأستاذ الأخذ الرابحي فنن القادير محمد فؤاد ومان وطبعا فنن القادير أيضا سي محمد شرشال كان النقاش مرتكز حوله محمد علال ربما كان هنا نقطة وفكرة أعزبتني أيضا حتى الزملاء في الإخراج القطاع الخاص همه ورا همه همه في العلامات التجارية التي على أقمصة اللعبين نعم سي محمد فؤاد أدوام جميع الحقوق محفوظة طبعا محمد علال نفترضه مثلا وراح تنتهي الشركة في القطاع الخاص الجزائري سيدي نحن عندنا مصراحية تمولونا عندنا أغنية للفن الراقي والجميل تمولونا الأمر واضح محمد عاكيد أنا نحترم فيك أنك ربما تقول لابد أن كل واحد طاق على منطقه هذا الخوض لكن لا تكون بثاف ميثالي أبوحمد أسمعني أي فنن فاشل يبدأ يهضر ما هو قادر ما عنده لا جمهور ما عنده لا شعبية وما عنده لا فن يقدمه يقول لك وزارة التقافة معه نتيجة لا مش نخصص لا مش موقف آخر خلينا نكمل فكرة تاعة بس كما هضرت شعنا مرحب كيف فهمتني بس نلصك الفنانين الفاشلين دائما يبحثون عن شماء وشماءتهم الوحيدة هي وزارة التقافة لماذا عنده الجمهور أنا قلتها مقبلة هل فيروس بحثت عن وزارة التقافة هل أم كرثوم بحثت عن وزارة التقافة هل عنقاء بحث عن فيروس في لبنان هل وسمه يا رجل فيروس في لبنان شخ برأس التمهورية عمر رزاي عمر رزاي وطلو هاك الدرام قاله ما نديش درام ما نديش درام ما نحتاج درام لأنه فن الإنسان يحمل فن يحمل رسالة نبحث عن كاشر على وزارة التقافة أنا تركب في لف الجزائر أعطيك عمر رزاي أزعج فيروس أعطيك عمر رزاي فن وصل ودأ وسجل اسمه في التاريخ هذين الفنانين اللي ما عندهم ما يقدموا لا للجمهور لا للدولة لا للفن فمتني كيف يبحثوا فقط عن وزارة التقافة أنا نحب المسرحة شرشاد بالأكس أنا جي بي أس كنت أول من كتبها لها وكانت مسرحية رائعة لأنها هو الديالوجيست وألغى الديالوج من المسرحية وهذا تحدي من فنان مبدع وفرحت كده في الأردن عام 2016 الجائزة 19 هذا شرف لنا لكن أنا نتكلم على كين واحد الفئة اللي راهي اللي راهي اللي راهي يا محمد محمد نقول لك حاجة نوضح لك حاجة مهمة تجربة فيروز أو صباح فخري لا يمكن ومن المستحيل أن تقيسه على الجزائر عمر الزاهيم يحتاج 50 مليون لأنه يوميا في العرس من عرس العرس لا لا هذا اتهام نقبلوش أنا نعرف وني فنان ونعرف الأمور هذا اتهام السيدة راهي في قبره هذا اتهام هو ماشي بسكو عنده الأموال من اجتهام من اجتهام فيها لا هذا اتهام في قبره من اجتهام ماشي عليك كيف تقولوا اجتهام هذا يا محمد هو بات ما عنده جدار ما اجتهام هذا ماشي ماشي محتاج دراهم هام ماشي محتاج دراهم يببنواد والله غير في الطابق الثالث والله غير تحز في نفسك أنه هذا القام هو حاب يعيش هذه الحياة ينسان زاهد ينسان زاهد عندك مشكلة عمر الزاهيم ما عندي حتى مشكلة لا معه معه زاهي لا معه الراقي لا يمكن أن يعيش مرتاح مديا هذه معروفة سوا في الجزائر ولا في أي بلد وخصوصا عندنا في الجزائر أنت كون راقيا فأنت مكروه منبوذ فهمتني ولا ما نش ضد الزاه الله يرحم لأي وحد خلاصي كلمة ومش نحبس ولا مزنهضر مقامية مهمة جدا لأسف نسيمة لأسف في العراف في الحشك في أماكن نخضط عايشين دي ميلياردير من رؤسة لحظة فقط كلمة فقط التجربة تجربة هذه الاتكالية ماذا أنجبت ماذا أنجبت تجربة الاتكالية ويعرف جيدا محمد شرشال وحتى سوى من يعرف هذا الشيء جيد الأمر أنه أنتجنا ثلث مليون كتاب في عالم نبعده على الموسيقى في عالم الكتاب أنتجنا ثلث مليون كتاب لا تصلح لشيء فهمتني دور نشر مزيفة أنتجنا دور نشر في التسويق حتى الموسيقى فيها نصب والاحتيال فهذه الأمر هو كرساته العقلية الاتكالية فبالتالي الحقل الثقافي الحقل الثقافي لابد أن يكون منتج بالضرورة وإلا لا ضرورة منه هذا لا ينفي ذاك أكوان عليك أنا أتنى يديك من ندير الأحساس سوفر سوفر سوف تستعملوها أتفق معك ولكن الفنان كان ملتزم غير ملتزم كان محتاج إلى ظروف لممارسة فنه محتاج إلى محيط محيط صحي أول من تكلم في الحسة قلت لك نسمح هذا المحيط ليس الفنان هو اللي ديره ديره الدولة ديره النظام نضيك مثال حي نضيك مثال حي لا لا علي نضيك مثال حي باش نغلقه مثلا باختصار تفضل محمد في الشطر ممكن يتوافق معك الكثير أنه الناس اللي حبي يستفيد من الدولة يعني الرداء باسم الدولة شيء حقيقي والكتاب رأني معك لما تطمع الكتب بمقاييس غير صحيحة وتسوق لكن نشوف أنه هناك واحدة مهمة نحن نعاني حتى اللي يروح للعمران يقول لك الدو مشاريع ومقاييس غلط اللي يروح للفلاحة يقول لك الدو مقاييس غلط وشي أكد لك هذا غياب الرؤية تحتاجها تكون حاضرة في كل شيء ثقافة تحتاج لها رؤية الدولة صحيح مستحيل لها الدولة مستقلة كما بلادنا ومع ذلك سياسة تحضر على ثقافة تنفسها في عالم كبير كما هذا لكن الآن العالم مفتوح لو كان الدولة تدير سياسة ثقافية تخترق الدولة تخترق في أمنها في اقتصادها في كل شيء لأن العالم مفتوح ونرى بعض الدول بدون أن نسمي مثلا نسمي تركيا دولة تدعم إنتاجات وسلسلات كبرى الدولة قيمة عليها لدينا عندها رؤية حابة تدير حاجة نعطيك مثال ونغلقوا هذا الفن مثلا كنت نرحول للترابي أكبر هامش ولا حصة الأسد في النشاطات هي تروح للأندلوسي قاعة الأوبرا دوريا مهرجنا مش مهرجنا حفلات أو سهرات أندلوسي لماذا لا ننظم مثلا نجمع الفنان المطريبين مثلا في الطارب مثلا محمد شميسا فؤاد وامان وغيرهم سهران نقصها على ثلاث مطريبين كسكسا فاكوتي ونرى فيدباك هل هناك متابع جمهور أم لا يوجد يعني كلامها صحيح وهذا شيء اللي كنت نقول أستاذ وامان أنا محمد وش نسمع أنا مثلا شعبي عمر عمر نحب عمر زاهي ولا مثلا وجمال عن قيس لا يرحمهم جميعا ولكن سامحني نسمع كذلك في يروز نسمع أم كلتوم نسمع لأنه أتقفى الكلمة الراقية المشهد هذا كله الصورة لتصنعها الكلمة نسمع أذوني بإمكانها أن نسمع لو كان يديروا صهارات طارب نحضر أحضر العود نحضر فالمشكلة هو أنه ما كاش فضاءات خليني نعطيه مثال بسيط باش نقدروا ربما نفهمه طهر وطهر لا يرحموا لو كان ما كانش عنده مقر الجاحظية محمد قلنا نسمعه طهر وطهر على الورق كتاب مؤلم صفحة ثقافية صفحة تمتح بس ولكن لما كان عنده المقر الجاحظية صنع مشهد ثقافي بدليل أنه لي ما تربيه يرحمه الجاحظية طبعا رفع الآن إلى موضوع ثاني ربما لحتى أننا لمشيوش في هذه الحصة الأستاذ الخضر الرابحي معاك الموضوع سيكون أساسا عنوان كبير في الأوين الأخيرة في السنوات الأخيرة تحت عنوان تجديد الخطاب الديني فعلا حق الألغام كبير وكبير وكبير جدا أعطينا شوية باختصار أو بشكل خفيف تحديد المصطلحات مشاركة نحبين بالضبط هي المهم فكرة التجديد ليس فقط في الخطاب فكرة التجديد أصبحت مهمة الآن أصبحت في جميع المجالات ولكن في الحقل الديني أصبحت حق الحساس أصبحت تفرض وجودها مع الحقل الصعب وفيه ألغام وفيه مخاطر وحيانا يتدخل فيه من لا يفقه بعض القضايا الخطيرة فيه ولكن المؤكد أن مثلا موضوع الدين كما هو موضوع الإسلام إذا لم تقع في أي مواكبة تجديد في الخطاب في الرؤية في الطرح سيكون البون أو المسافة بينه وبين الآخر كبير خصوصا الشباب الشباب الآن كما قلنا قبل العالم مفتوح عنده تطلعات أخرى عنده أسئلة خطيرة عنده أفكار عنده رؤية يريدين يسأل موجود ممنوع للحوار ولكن الخطاب الديني خضاء واحدة السبغة السلبية في تقديري وهي الماضاوية ما يسمى الماضاوي يعتقد أن الدين لا يجب أن يكون غير في الماضي كانوا لم يكن لديه علاقة بالحاضر والمستقبل فهمت كان عندما نقول مثلا التازم ويشوف الدين يجب أن يشوفه في الصورة الماضي والماضي بكيفية وبقالب معين وبصنع أن تتديم في قالب ولا في ماضي مستحيل لا من حيث المظهر ولا من حيث الأفكار ومن حيث للأراء رؤية التجديد هي تعني التفاعل مع الحاضر تفاعل إيجابي نديه ونجيب أستاذ وما هي حدود هذا التجديد مصطفى صادق الراب في عي يقول عن الدعاة التي كانوا يدعون إلى تجديد الخطاب الديني يقول أنهم يريدون تجديد الدين اللغة الشمس والقمر حين نريد التغريب لأن هناك حدود في هذا التجديد وتغريب شوفي كين أنا في موضوع وحد الحسس كسائل الموضوع الحسس أنا لا أميل إلى التطرف النقضين المتطرفين لأن هناك يكون عنده ميوع رايح بعيد غريبة تحت مسمى التجديد وواحد عنده انشداد وانغلاق وهارم لأنحب منطقة الوسط المعقولة المفهومة المقدور عليها لأننا التجديد لا يعني هدم الأصول ولا يعني الخروج عن محكمات الدين ولكن التجديد فيما أبحه الدين نفسه أخوة سيدة رابحي أن تقف هذه المنطقة الوسط ستكون يعني في مرمى سهام المتطرفين من هنا ومن هناك طبع وهذا وهذا الذي يحدث في الفعل الحضاري أن نرى ما ليس لدينا برك أن نقدر نعممها الفعل الحضاري تقوم به منطقة الوسط لا يقدر يقوم به التطرف سوى من هنا سوى من هنا دائما منطقة الوسط نحن لك نتكلم عن المجتمع الجزائري في أي توصيفة يقوموا بعلماء اجتماع أو العلماء نفسه لا يقدر يوصفو لك بالمجتمع الجزائري 90% هو من منطقة الوسط تفكيره وسطي معتدل هذه الحقيقة التي تعه مهما كانت مظاهره إذن فكرنا رؤيتنا عمانة التاجه دائما إلى منطقة الوسط أستاذ ربحي مسألة التجديد هذه علي أربطها بالمسألة الدينية وأنا كنت قلت لك بأنه الآن التجديد يعني شمل وتوسع لقطاعات مختلفة الآن مثلا عليه قضية تجديد الفهم تجديد فهم الإنسان في علاقته مع دولته مثلا أنه أصبح الجزائري يفرقه بين الدولة كدولة وبين السلطة كسلطة وبين الحكومة كحكومة سمح هنا المشكل في الدين هذا المقدس في إطار التجديد يبقى مقدس أما بعض يقول لك لا لا هي في إطار إزاحة القدسة أو إزاة القدسة عن هذا المقدس هنا المشكل شوف التطرف من الجهة الإيمانية اللي يعني نزع القدسة عن كل شيء خط غير سليم وميلقة لا نجاح لا قابول مع عموم الشعوب الإسلامية يعني خط يقول لي يدي غير الإرباك والفوضى وما يأديش النتائج وخط الانغلاق ما يأديش النتائج نحو سحنوين يأدي النتائج والفعلي نقدر نتوافقه فيه الحاجة الدينية الأصول والمحكمات تجنون مش تمسها في دين معين كما الإسلام مثلا لأن هذه مسائل ثابتة ما يجيش تقدر تجتهد كما اجتهد في منطقة سمعتها في تونس مرة الصلاوات تقدر صليت الصلاوات ولا أحد يقول صلي صلاتين هذا الأمر هل خطاب هذا ويشوفه حتى الدعات مؤخرا هدوما يعني يجونا من المشرك خاصة ويستقطبوا الشباب أنا عندي سؤالين سؤال بمقص الدعات هدوما شباب واسيم يوسف اللي ربما وحشد المئات أكثر من مصرحية جي بي اس وغيرهم من الدعات هدوما الخطاب كيف تقيمون بالنسبة للمجتمعنا الجزائري وثاني سؤال ثاني بالنسبة لجامعة الأعظم اليوم لدينا مشروع بناء المسجد الأعظم هل يستطيع المسجد الأعظم اليوم حماية الوسطية التي تكلم عليها من التيارات الأخرى أهمية المسجد الأعظم كفكر أو فهمني الأستاذ وشي قصد نتاع أهمية المسجد الأعظم اليوم ليس فقط للصلاة رغم مؤسسة كبيرة هل يستطيع فعلا أن يلعب هذا الدور نشوف أن الفكرة مقبلة يكون في الحقل الثقافي نتكلمو في هذا الحقل التعالي الجديد سيكون نتقاطع في كثير من الأمور وهي حاجتنا إلى أن نكون على مستوى الدولة بعض القضايا نتفق حولها منها هذا مثلا الثقافة كيف نقول تزبرناها دولة وللإسلام لا يعني الإحتضان والاختناق والتوظيف نقصد المرافقة التي تؤدي إلى النجاح في الفكرة التي تنقذ الدولة الدولة التي هي عمرها أكبر من السلطة نفسها مثلا الموضوع الرموز الدعاة الخارج والاستقطاب الداخلي عدنا رموز دعاوية كبيرة في الجزائر وقعها كما وقعها الفنهنين ومثقفين وقعها مغمورة موقع حتى ندروا الإسقاط يعني مثلما كنا نجوا مفنانين من الخارج بالملايير بينما الفنان الجزائري هنا حالة وحالة لاحظ مثلا في ظاهرة الإقراء برك نجيك للإقراء في سنوات مضت كنا ملقاوش ليقرأ قرآن وليح الجزائري بالمعنى الآن ما شاء الله العدد هائل لأن فيه مبادرات تفتحت فيه سياق تفتح فيه تشجيع توقع عدنا الآن عددها رائع جدا وعدنا جزائريين في الإقراء فاتوا المشارقة فوقوا عليهم يعني أداء وصوتا وإقراءا هذه أكد لك باللي الجزائر قادرة تكون موجودة في المشارقة المسجد الأعظم يعني قال المسجد الأعظم أنا في تقديري صرح ثقافي يعني صرح ديني كبير وثقافي يقدر يكون بالجانب هذا أنا أملي كبير أنه يكون في عتينا نحن نقول لك مثلا كنا نقرأ بورش في الجزائر كان عندنا مشكل الأذان برك في الجزائر لا تذكرون منذ سنوات كانوا في رمضان يقولوا الصلاة خير منهم في الأذان الثاني أو الأول دخلت الوزارة باشا ضبطت الأمور هذا يحتاج الضابط لأنه خلني الناس يبدأ يدير لك القضايا الاجتهادية التي هي واحدة بها يديرها لك رسميا في مسجد واحد يديرها لك في مكان وتقولين بعض الفوضى الفوضى اللي يسموها أحنا لا تقدر تخدمها يقولون ما عندك ما يسميها تبع الفوضى يسمو الفوضى الفيسبوك وغيره يسموها الجالية الفلانية والجالية تسميت وإن كانت كاريكاتورية نوعا ما بصى حقيقة يقولون ناس جزائري مثلا عندهم انتماءات عندهم الولاء الجهات أخرى سمتني أنت شيخ معا أن الدولة تمارس سلطة الضبط أنا بشكل رأيتي الفكري أن مسألة حساسة كما دي الدولة وما نخص السلطة الدولة بالمكوينة التحة تضبط موضوع المرجعية دينا في الجزائر وعلي باش نعودوا فقط نربطوا الحديث على المشهد الثقافي والمشهد الديني والتجديد وغيره هو أنه مثلا أستاذ ربحي منذ قليل ذكر قضية القراء محمد أنه الآن في الجزائر الحمد لله موجودين القراء ولبس بهم ويقرأوا المشكلة في الجزائر هو أنه التسويق غائب عليه صحيح ما ينتجه في الجلفة وما ينتجه في الواد وما ينتجه في باب الواد وما ينتجه في القبة وهذا ما يسمع ما يوصلش طبعا ما يوصلش مسألة التسويق ومسألة الماركوتينغ هذا يا غائب في الجزائر روح الفاصل شيء اللي يخلينا وكأننا سمحني وكأننا نرى نفي ظلمة كلنا يجتهد وكلنا ينتج بس حواحنا ما يشوفوا واحد وشوين ممكن نشوفوا تعليق في الختام لكن الآن نذهب للفاصل المشاهدين أوحنا ريعة محمد نذهب للفاصل نذهب للفاصل كرام بريفنج مستمر معكم لهذه الأمسية طبعا النقاش الثقافي لكنه نقاش على نار ليست بالهادئة رحم محمد علال نسيمة غولي ومحمد سلطاني وطبعا ضيوفنا الكرام سيمة محمد شرشال محمد فؤاد ومان والأسد الأخضر رابحي قبل ما ناقشه ونكمل في النقاشات حول هذه المواضيع ربما أستاذ محمد فؤاد وما ندك شوي حنين حنين هذا ربما ما عطينا له شحقه سيمة محمد رح نعطي له حقه رح نعطي له حقه رح نعطي له حقه ربما كان معنا كان معنا محمد كان معنا قبل سنتين كان معنا قبل سنتين وكان معاها أستاذنا الراحل سليمان بخليلي رحمه الله طبعا ربما هذه المشاهد حتى نعود ونرجع ونترحم على أستاذنا الراحل نشوفوا هذه المشاهد اللي كانت فيه رمضان عام 2020 عندي خاتم سليمان عندي مفتاح الأرباح عندي خاتم سليمان عندي مفتاح الأرباح من شارك يمسى فرحان بهدي يا همه وشباه من شارك يمسى فرحان بهدي يا همه وشباه خاتم يلمع بالألوان دهبي وفوايد وصلاح خاتم يلمع بالألوان دهبي وفوايد وصلاح خاتم سليمان خاتم سليمان خاتم سليمان فاصل والواصل أستاذ فؤاد وكأنها الأمس وكأنها الأمس خاتم سليمان تعني لنا الكثير فماذا تعني لك أيضا أستاذ سليمان أستاذ سليمان طبعا والله ما نقول لك الفيديوات والصور تحاصرني من كل مكان من كل ناحية في التليفون في وجوه الأصدقاء يعني صعب صعب جدا وأنت كنت صديقه الملازم بالمعنى الحرب لسنوات متلازمين يوميا في التليفون في العمل حتى بدون عمل في سفريات يعني ذكريات كثيرة يعني في ذاكرتي من الصعب أنها يعني تتمحى وترك فرق كبير طبعا طبعا وصلاح مشهد ثقافي قوي جدا سليمان نعم شوف يعني رغم صدقتي به الطويلة هذيك كل مرة نكتشف فيه حاجة جديدة يعني موسوعة موسوعة بأتم معنى الكريمة في كل مجالات الحياة يعني في الفن في الدين يعني في اللغة في كل شي يعني مرة صباحا في السيارة صباحا كنت نكون خارج ندير إذاعة القرآن الكريم سمعت واحد الحاجة هكذا قالوها بعد نص ساعة كنت لقينا قلت له قال لي سمعتها حتى يعني يلتقط يعني كلش يسمع الإذاعات كامل يسمع القنوات التلفزيونية كامل لما يشوف واحد في قناة تلفزيونية يعجب ويكلمه يشجع ويقول أعطيك الصحة أنا يشوفتك اليوم ما عندهش هذه الغيرة صحيح يعني يشجع على الشباب الإعلاميين شباب حتى في عملي معاه في قناة البديل قال لي نحاول ندير الطاقم كل شباب يعني خصوصا أنهم كان طاقات شبانية ما لقيتش فرصة أنها تبان وزيد الجامعات رأيتخرج كل سنة وكامل قاعدين يعني فقال لي نديروا الأولوية نحاولوا خيروا ربما أسد أين هي قناة البديل قناة البديل كانت ضحية تمويل يعني ما قدرش تتواصل لأنها ما ما لقيتش ممولين ليضمنوا لها السيرورة هذه هذا فقط يعني تحية لتمويل محمد تحية لابن أحمد يعني المسكين كان يحاول أنه كيف يصمد مع هذه الأزمة لكن للأسف من الصعب من الصعب أنه الواحد وهذا دائما نرجع له كان يعني دائما نروح وروح ونرجع للدولة لأنها بدون مساعدة الدولة في مجالات الثقافة والفن والإعلام ما نقدروش وحدنا يعني بصراحة رب البيت هو المقياس هو الشعر ما نقدروش من أن نواصل وحدنا حتى أستاذ فؤاد حتى القطاع الخاص يعني الإنسان الآن نظلوا ندندنوا على هذه الكلمة على المفهوم هذا وأن القطاع الخاص لازم يرتمي كذلك ولازم يفهم بأن الفعل الثقافي مدر للثروة حتى ولو يعني في بعض الأحيان عليه ثروة هذه ليست بالضرورة هذه 100 ألف إلى 200 ألف لنتدرها في جيبك هناك ثروة أخرى لا تقدر مدين بدراهم لما تتسوق صورة الجزائر لما تتحمي ابنائك لما تنشئ ابنائك على فذر لما يتصبك فنان أو مثقف معين ويقول لك يا محمد عندي شهور ما عندي احتمد خل مادي كيف يسوق صورة الجزائر وهو لا أنا أقول لك أن القطاع الخاص في الجزائر ينبغي أن ينخارط في هذا المجال إما أن الدولة تدير تحفيزات إما أن الدولة تدير خليني نقول القوة الناعمة هكذا بحيث تفرض على هذا القطاع الخاص في الجزائر الله يبارك رحمة شاء الله يعني نصف الاقتصاد في الجزائر أو ربما سلوثيه رب في القطاع الخاص عليا الليبيرالي يسمع إلى خطاب المنزل والمطرقة طبعا ماشي 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 لبيرالي قد الله محمد في نقطة فيما يخص مثلا الإنتاج التلفزيوني نعم ونلاحظه في رمضان لو كانت لاحظ لو كانت تقيم الأعمال الأعمال تقيمها مديا في حال تستقام الأعمال اللي أنا قاعدين نشوفوا فيها هي أعمال ميزانياتها ضعيفة جدا جدا مقارنة اسمح لي بتريكو هذا اللي قال عليه الأستاذ سؤاد شوف دفعوا دفعوا المبدعين أنهم يخموا مينابل يخموا صغار يخموا يخموا كيفاش يدير نسيري على دو بيخصون ما كاش بزاف لديكور ما كاش ما نصرفوش بزاف ونربحوه بزاف هذا هذا مشكلة كبيرة حتى في المصرح في المصرح نعم كيفاش نديروا من تياتر اللي ما فيهاش بكو ديستريبيشان ما فيهاش بكو ديكور باش نعم تقشف يعني المصيبة 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 حفلة يقول لك ما تجيب ليش تركيستر كبير جيب زو ثلاثة بركة تركيش تركيش يخرجوا البلدان عربية باش يمثلوا مهرجانات يقولوا دي المينيموم تعليز وهذا يسيء لصورة الجزائر أستاذ الآن إحنا عليه الآن حسد بريفينج يشوفها العالم يعني مشيذك أنت مفتوح يعني الآن العالم أصبح شاشة مفتوحة على السماء يعني عصية لوفار يعني اللي في طوكيو يشوفك وانت تقدر تشوف اللي في الهند ولا في المريخ ولا لما أنت تقدم إنتاج وانت تقدم مفتوحة وانت تقدم سياري التي تقدم ميزانيات ومفتوحة التي تقدم مفتوحة أنا مدابي ندير مفتوحة من المنمتاليس سمح لي سيش رشال نسأل مزيرابيليزم نسأل نسأل أباك يقول ما حال عندك كوميديا سمح لي سيش رشال مع ذي ثانية ثانية نسأل سؤال لأستاذ الأخذ الرابحي أستاذ الكتاب الذي كان يوزع كما يقول كيفش يقول هذه العبارة يهدى مجانا ولا يعطى مجانا ولا يباع هذا الدول هل كانت تصرف أموال ولا ما تصرفش أموال أنت عمد خير هل هكذا اللفسة بالله كما يقول أم أنها أموال دار يرسى وسامحني سؤال ونكوبي كما يقول هل وراء هذا العمل هذا منافع ذات علاقة جيوستراتيجية أو لا لديه منافع أكيد شوف اللي يتبع مثلا الدول الغربية اللي عندها أهداف في مناطق معينة في العالم في إفريقيا أو في الأخر يشوف المرافقة التاحها ويشوف الميزانية الضخمة التاحها حتى في أمريكا اللي اتكرت سابقا أمريكا لكن عنده دعم ضمن هذا البعد الاستراتيجية لأنهم هما وصلوا إلى مرحلة الروس وخمسة تجعل الإبداع ينجح في طارتها نفسية لكن القضايا اللي مرتبطة بالأمن تاحهم استراتيجيين هما اللي قوموا بها وإحنا في الصعود رأنا ما نقوموا بها مع الأسر وممكن نختصر لك بين قوسي للمشهد تعال الفن في الجزائر لما تلاحظ فنان جزائري ناجح كوميدي ثلاث سنين أربعة سنين مرتبط بالقهوة مرتبط بالقهوة مرتبط بالقهوة هذا الإنتاج سابقا أربعة سنين خمسة سنين وشهون هو قهوة هذه خصاصة لك كل شيء ما معتها ما لقيته وشي يخدم ما رأى في عجيبة وعنده قدرات وعنده إمكانات وعنده شي نجح لكن ارتبط بالقهوة فهمت المصرف نعم ننتقل إلى موضوع مهم جدا ولا يدغو المؤمن من جحره مرتين محمد شرشيل أخ معلوم هذه كائنا دولة عربية نعم دولة عربية ندير مهرجان مصرحي كل سنة نعم مهرجان وطني لكن الشعبها لا يروح للمسالح الناسها لا يتمكن يجلبوا من كل الدول العربية يخلصونهم إقامة كاملة في لكس باش يعمروا لصالتهم باش ينجحوا المهرجان نعم عودة إليك محمد شرشيل وإلى الإنتاج التلفزيوني عودة إلى الإنتاج التلفزيوني قلت لك ليولدو المؤمن من جحره مرتين اشتغلت مرات عديدة ولكن للأسف ربما آخر تعاون لك لأن محمد شرشيل ليس فقط في المسرح أيضا في الإنتاج التلفزيوني سلسلة سي كامال ركتسال 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 وبزاف كيف أنت سي شاشل يسال أو لا بزاف بزاف بان جسوي سيناريست في السلسلة دكار ونا باي تي بي سنة كاملة جلو دي ما نش نشتقي الحمد لله مستورة والحمد لله ما نش نشتقي نعم من سنة كاملة وننكتب عام وننكتب باش نمد الكتابة المخرج إلا ما سكر ما سكرها في النية قبل ما ما سكرها يعني ما دي ما أعقلتش لسيري تاعد معناتها سنة شوماج زايد سنة شوماج نعم دوز عام شوماج سكسسيف مستورة والحمد لله رحل الآن ربما إلى نقطة مهمة جدا عندها علاقة هي سياسية نرجع للدولة طبعا نرجع للدولة ونرجع للقوانين ونرجع للضوابط نعم نقطة نقطة مهمة ربما هي ماهش فنية بحتة ولكن عندها علاقة بالفن عندها علاقة بالمرجعية خطاب نحن وهم ربما في هذه الحملة الانتخابية الفرنسية اللي جرى الدور الأول تحى هذا الأسبوع ظهر اليمين المتطرف والأكثر تطرفا والمتعجر في تطرفه ربما شاهدنا تنامي العداء للآخر خصوصا العربي والمسلم يشوفوه ما في صورة المهاجر طبعا ربما عطينا المخرج بعض الصور من تجمعات منافس مارين لوبان في أقصى اليمين إيريك زيمور طبعا كانت تجمعات إيريك زيمور التي عرفت تجمعات فيها مئات الألاف هذا الشيء خلالها زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان أيضا هي أيضا تروح في اتجاه التطرف وتبين أنها ليست أقل تطرفا بعدما هو اتهمها قالها أنت عندك فرق بين الإسلام والإسلاموية حسبهم فهي أيضا عودت ردت وقالت أن أول مشاريع التي ستقوم بها هو منع ارتداء غطاء للرأس أو الخمار الإسلامي نشوف هذا التغريدة أو هذا النقل لتصريحات مارين لوبان طبعا التي كانت من بين أهم الشعارات الانتخابية تاحها خلال الأيام الماضية واستطاعت فعلا أنها تحقق نقاط إضافية لدرجة أنه سؤال يطرح كيف سيكون الدور الثاني بينها وبين ماكرون سي رابحي ناف بالنسبة لي المشهد الانتخابات في فرنسا أنا نحكم عليه بخط مستمر منذ سنوات ليس غريب هذا المشهد يتكرر حتى ماكرون نفسه تلاحظ في الأزمة التي وقعتنا مع الدولة إن فانا تاريخنا إن فانا وجودنا إن فانا كأمون إن فانا كوجود وهما مع الأسف مثلا في هذا الخط يتلعبوا على أساس الانتخابات يتلعبوا بشعوب القارة الإفريقية منهم الجزائر يتلعبوا بتاريخك بشعبك بمهروثك عادي بالنسبة لهم أنا لان في بلي كين تيار يعني تيار تيار متطرف يتنامى في أوروبا كلها ولكن ما هوش عنده الحظوظ الكبرى في النجاحات إلا استثناء هذا وارد في الخط العام لكن تلاحظ باللي الشي اللي احنا نتأسف علي ماشي هم هو احنا احنا عدنا جالية في فرنسا اللي لا يستهم بها ولكن تأثيرنا مقارنة بالجالية ضعيف جدا عدنا مصالح مع فرنسا استراتيجية لكن تأثيرنا مقارنة بدول جيران دول نسميها ضعيف جدا هنا يطرح الموضوع الدائم الذي نتكرر فيه أين نحن سواء نتكلم في المرجعية الدينية وفي السياسة الخارجية وفي علاقة بدول الجوار لأن التهديد الأمني قد يأتيك من دول مثل فرنسا هذا قد يأتي تهديد كبير ربما شفنا انتخابات في ألمانيا قبل شهور لم يذكر فيها مصطلح إسلام أو الإسلاموية لكن في فرنسا والله العظيم لو ماشي الأزمة الأوكرانية نسمع على الإسلام والمسلمين والمهاجرين كل وقت صحيح أستاذ علي إذا كان تكرمت سمح لي نطفل شوية على الأستاذ ربحي باش الواحد يحاول يدير هكذا تشخيص بتي دياغنوستيك هكذا المجتمع الفرنسي ببساطة سامحني المجتمع الفرنسي اليوم أصابته العطالة معطل أروا أمبان لسوسيتي فرنسيزي طمبان لليت فرنسيزي طمبان النخبة الفرنسية الآن رهي معطلة ما عندهاش لم تعد تنتج أفكارا لا هي استطاعت أن تلحق بالعالم الغربي أمريكا وبريطانيا وغيرها ولا هي استطاعت أن تقود أوروبا وهذا هو الشيء اللي يفسر علي أنه اليوم بمعنى حتى الأكاديمي فرنسيز صبحنا قليل ونسمعه واحد التحق بالأكاديمي فرنسيز معناها اليوم أصبح من ناحية الفكرية الفكر الإنتاج الفكري المجتمع الفرنسي والنخبة الفرنسية أصابها العطب لم تعد تنتج الأفكار هل كلام هذا ما كنش نسمعه في وقت يا صحبي سيد اللي قال لا للحربي على العراق اللي يقوتي جنسي 2 مليون 2 دولار اللي هو Jacques Chirac قال لا للحربي في العراق هاو اللي داني مويقون ولا أخر رؤساء الفرنسيين اللي ملاتران بتاع De Gaulle و Mitterrand وغير يعني و Giscard d'Esta ولا Pompidou فأنا في تقديري شي اللي خلا هاد الفرنسيين يغرقوا في هاد كمي قولو محقورتي يا جارتي ولا يجب دو الحجاب وجود المسلمين وجود الهوية والوجود الهوية الهوية جاء مع يعني اردأ الرؤساء اللي ديشن تسمى اردأ الرؤساء الإليزي اللي هو ساركوزي متتعرف بحكاية هذه تاع منافع الاستعمار و هذا البرنامج تاع اتحاد المتوسط وغيره نعم فالمجتمع الفرنسي اليوم معطل فقال هذا محمد فكرة مليحة على كل حال سمري غياب هو صح الفرنسا ليست فرنسا بالنسبة للتقافي الفكري بالنسبة للجنب المفكرين فلسفة فيه تراجع فيه تراجع هكتشوف ظهور إيريك زيمور صوت إيريك زيمور يعكس هذا بشكل واضح جدا فرنسا يعني بغضا ضر أنه دولة لا تعنينا في نهاية الأمر هي دولة تهم لكن فيه تخبط في المشهد اللي يسموه الثقافي الفكري في كل القطاعات هناك نوع من الارتباك في المشهد الثقافي وهما دائما يعودون إلى المهاجرين العرب المسلمين دائما كورقة يعني دائما اليمين هذا المتطرف يستغل هذا الفراغ لأن الطبيعة لا تأكل إيريك زيمور ظهر في البرامة التليفزيونية كرونيكور وزيد علي أسمحك حاجة مهمة فيما تكلموا على موضوع السياسة الفرنسية بالمقارنة بالاستعمار البريطاني والدول الغربية الدول الاستعمارية القديمة غير فرنسا أنتجت سياسة التعاون مع الدول التي كانت مستعمار سياسة التعاون في احتران فرنسا مزال عندها سياسة تأزيم الدول التي كانت عندها علاقة استعمار سابقة معها هذا الفرق كبير الأخرى عندها سياسة كانت البارح مستعمارينكم اليوم أنا أخلاص أنا متعاونين فرنسا لا لا فرنسا مزال عندها سياسة تأزيم مقابل ذلك فهمت هذه المشكلة وعلى حالة لما يلقاوا الدول والشعوب عندها ضعف وعندها خلخلة هم هذو هما دارين هكوهما مقويين لما يلقاوا الخلخلة يبقاوا يلعبوا في الساحل مشكلة الساحل لكم تعرفوا العبث تاع فرنسا في الساحل على حسابنا على حساب سياساتنا استراتيجية وعلى حساب أيضا الفرنسيين عبك فكين فئتين في المجتمع الفرنسي كتبدا تفهم تفهم بلي هنا الفئة الضعيفة الفئة اللي بيدون فيل هادوما الأقليات الأقليات الضواحي فعلا الأزمات الاقتصادية تضربهم الناس رأي في أزمة اقتصادية كبيرة جدا لأن مستوى المائشة هناك يأخذ بعين الاعتبار والفئة البرجوازية التي أصبحت اللي كانت قود في طيارات مؤينة رأي في التقلس وهذا لحساب الأزمة في مالي في الحروب وبدو يتفطنه جيل جديد يرى بأن السياسة الفرنسية رأي تأتي على لقمة العيش وغير ذلك وابتدي اليمن المتطرف يلعب على هذه الفكرة ربما وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بريفينغ كلمة أخيرة سي محمد شرشال كلمة أخيرة سعيد جدا لأني تواجدت معكم وخاصة أنني معكم بريفينغ خفيف رحيم بريفينغ مليح وصحة صحوركم وكل عام وتم بخير إن شاء الله إن شاء الله سي وأدوامان والله كنت حاب نجاوب أنا حاب نسمعك يا صاحب الآن في واحدة النقطة كنت حاب نقوله نديك معي للدار نفتح لك الميكرو ونوري لك الأعمال الفنية اللي محتوطتها في الميكرو وتاعي أنا فهمت اللي ما قدرش توصل الجمهور وصلها أنت بطريقتك الخاصة اللي تعرفها لا لا بش تعرف كيفاش وعلى الأعمال هذه ما توصلش برك وأنا متأكد أنك كي تسمح الأعمال تقول حرام الأعمال هذه ما يسمعوهاش الناس فهمت على اللغة العربية وأغانيك وعلى الذوق الفني ولكن لكل مقامي المقال هذا خلال بارك بارك الله وفيك أستاذ أخبر ربح أشكركم والشي لنقدر نقول من خلال الحصة ونشجعنا شخصيا سواء في هذه الحصة ولا غيرها هو تشجيع الحوار الحوار يقرب المسافة يقرب المتخلفة الحوار مهم وأهم حاجة خلينا نقول في الجزائرين المخصوصة هي الحوار سواء داخل الأسرة داخل المجتمع داخل المؤسسات الحوار ثم الحوار ثم الحوار طبعا وأساس البريفينغ والحوار شكرا جزيلا شكر سيد الأخذ الربح أستاذنا محمد فؤد ومان وأستاذنا أيضا محمد شرشال زملائي محمد سلطاني نسيمة غولي محمد عليا شكرا جزيلا لكم الموعد غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من بريفينغ مشاهدين صحة صحوركم سلام الله عليكم